عقد مكتب الاعلام التابع لمجلس دولة الصيني متمرا صحفيا صباح اليوم حيث اعلن مدير مكتب مشروع الطيران الفضائي المأهول الصيني وان شاو ياو اعلن ان الطيران الفضائي المأهول الصيني دخل عهد محطة الفضاء الصينية اكملت سفينة شهن الفضائية تيانجو واحد مهمتها الاختبارية لتزويد تيانجونج اثنين بالوقود بنجاح مساء الخميس الماضي الامر الذي يرمز الى ان الطيران الفضائي المأهول الصيني قد دخل عهد محطة الفضاء على نحو شامل مقارنة مع مهم طيران الفضائي المأهول السابقة تعتبر مهمت تيانجو واحد الرهل الاولى لنظام نقل البضائي لمحطة الفضاء الصينية وتتميز هذه المهمة بعيدة خصائص اللو هي الوضع الجديد للمهمة وصعوبة تقنية الكبيرة والوقت الطويل للمهمة من المقرر ان تقام سلسلة من الاختبارات الموسعة بعد اكمال مهمة التزويد بالوقود هذه ما له اهمية كبيرة لمشروع طيران الفضاء المأهول الصيني على سبيل المثال سنجري عمليات الاتحام الأوتوماتيكية سريعة واتلاق قمر صناع صغير محمول على متن سفينة الفضائية واختبار جهاز تحكم في اليرشاد الذاتي لطيران ولذلك تستحق المشاريع القادمة التطالع اليها للغاية يلتزم مشروع طيران الفضاء الصيني باستراتيجية الخطوات الثلاث في الوقت الراهن تم اتقان تكنولوجيا الذهاب والاياب بين الفضاء والأرض والخروج من الكابسولة في الفضاء والالتحام وغيرها من أمور التكنولوجيا الأساسية الأخرى مما جعل الصين نولة قادرة على القيام بعمليات الطيران الفضائية المأهولة بشكل مستقل ترجمة نانسي قنقر